يسأل سائل فيه يقول حكم العمل في شركة أبروفال دكتور شركة من شركات التي تعمل لصالح شركات التأمين الصحي نقول للسائل الكريم إنه وإن كان الأصل في عقول التأمين التجاري الفساد لما تتضمنه من الغرر الفاحش فإن التأمين الطبي على أصل الرخصة لتعلقه بمصلحة حفظ النفس ولعسر توفير الخدمات الطبية الضرورية خارج مظلة التأمين في الأعم الأغلب عقد التأمين التجاري العادي الأصل فيه الفساد لما يتضمنه من الغرر الفاحش كل طرف لا يعرف سلفا ما الذي يأخذه وما الذي يبذله قد يدفع قصة تأمين واحد ويستحق التعويضات التأمينية وبالغة قيمتها ما بلغت وقد يعافيه الله عز وجل وتمضي سنوات وسنوات وسنوات يدفع الأقصاد ولا يستفيد من جهة التأمين شيئا التأمين الطبي على أصل الرخصة مستثنى لماذا؟ لتعلقه بمصلحة حفظ النفس ولعسر توفير الخدمات الطبية الضرورية خارج مظلة التأمين في الأعم الأغلب في قرار لمجمع فقاء الشريعة بأمريكا حول التأمين التأمين الصحي على النحو الذي تقدمه شركات التأمين التجاري من العقود الفاسدة في الأصل بيد أنه نظرا لمسيس الحاجة إليه في كثير من الأحوال لتعلقه بضرورة حفظ النفس وحفظها من المقاصد الكلية في الشريعة فإنه يرخص منه فيما تدعو الحاجة إليه إلى أن يتوافر البدين الإسلامي المنشون فإذا كانت تأمين الطب في محل الرخصة فإن العمل في مؤسساته في محل الرخصة كذلك فأرجو أن لا حرج إن شاء الله والله تعالى أعلى وأعلم